مع جدات على مقاعد الدراجات الهوائية اخترنا لهن طريقة مختلفة ووجدنا اعترافا من الاتحاد السعودي للدراجات تطبع التفاصيل بعد التقاعد من أعمالهن في تخصصات مختلفة وضع هؤلاء الجدات مسيرة عملية جديدة لهم تبدى السابعة صباحا وحتى التاسعة في ركوب الدراجات الهوائية على مدار أربعة أيام في الأسبوع يقطعن فيها ما بين مائة إلى مائتي كيلو متر الأغلب العضاء متقاعدات عندنا طبعا مجموعة من البنات الأصغر سنا عندنا مجموعة من الرجال من أخواننا من أزواجنا فالفريق متنوع وفي حتى تخصصات مختلفة دائما أنا أقول عندنا تخصصات طبية عندنا تخصصات علمية عندنا تخصصات الفنية عندنا فنانين بالمجموعة السيدات نفذنا رحلات خارج الرياض كانت منها رحلة إلى محافظة الغاط التي تبعد أكثر من مائتين وخمسين كيلو مترا عن العاصمة تلتها رحلة إلى محافظة شقراء وقطعنا المسافة ذاتها فضلا عن مشاركتهن في سباق الدراجات النسائية مؤخرا والله الاتحاد السعودي ما قصر سجلنا معظم مجموعتنا مسجلة فيعطونا الآن بصدد أنه ممكن ندخل فيه تدريبات ومحاضرات تخصت دراجين بالإضافة إلى السباق الأخير اللي قدموا بالنسبة للسيدات تخص السيدات السعوديات كان رائع التنظيم رائع صراحة ومجهود يشكرون عليه الفريق مكون من خمسة وعشرين عضوة بينهن ثمان سيدات لديهن أحفاد إلى أنهن يؤكدن أن الرياضة للجميع ولا عمر محدد لممارستها حياة الغامد العربية الرياض